الحكاية اخرى بعيد بقى عن اهل وزمالك وانا الموضوع ده قلته مرة واثنين وثلاثة هقوله عشرة فيتوريا مشي من منتخب مصر له ما له وعليه ما عليه خلصنا حكاية وخلصت العقد بتاعه في شرط جزائي ثلاث شهور لو احنا مشيناه ندفع الثلاث شهور لو كان هو مش مزاجه يدفع هو الثلاث شهور احنا اللي مشيناه ندفع الثلاث شهور ونخلص ثلاث شهور رقم كبير وضخم ويزعلني ان احنا نطلعه اصل بس الجو اللي هو بتاع ايه تعالوا نشوف بقى صغرة قانونية تعالوا نشوف صغرة مش عارف ايه ده جماعة كلام مش صح في رأيي يعني وانا مش هجمل الكلام في الحتة دي مش صح وعيب الناس اجانب جم وداربين اجانب جم اشتغلوا معنا مش كل ما حد يجي عندنا نعمل مع مشكلة عام بقول الكلمتين دول ليه الشكلام كله النهاردة ان فيتوريا راح اشتكى ليه لاتحاد الدولة الكورة القدم فيفا ولكن اتحاد المصري الكورة القدم بحسن مصادرنا قالنا انه مجلوش اي اختار بلجوء محامي فيتوريا الى الفيفا الحصول على الشرط الجزائي لهم كام 580 الف دولار 3 شهور مصدر افتحاد الكورة قال انه مش بيستبعد ان فيتوريا يلجأ للفيفا في ظل عدم الرد على اتصالات المحامي وعدم تجهيز الدفع الاولى من قيمة الشرط الجزائي وفقا ليه للاتفاق يعني هم متوقعين في اتحاد الكورة انه الراجل يلجأ ليه الفيفا وان الاتحاد بيدور على صغره قانونية وان الصورة كده بيتقول ايه تعال باشا بقى نلف مع بعض في المحاكم عارف انت الحكاية دي لما نسيب بعض كده اتنين من جوزين يساوي بعض تعال بقى نلف مع بعض في المحاكم ليه باشا بقى انه هنخرج بالمعروف لا تعال نتسلى شوية ليه انا فاهم يعني حد في اتحاد كورة يقول لاتي ما احنا معناش الخمسمائة وتمانين الف ما يبقى ليه اصلا عملت شرط جزائي طب ما عاكش فلوس طب ليه اصلا جبت مدرب اجنبي فاهم يعني الفاكر بقى النصاحة دي النصاحة دي كفاية عشان احنا عانينا مع اندية ومع منتخبات بيجينا مدربين اجانب ولعبين اجانب وبقى السمعة عن الكورة المصرية انه لما تيجي تشتغل مع نادي او مع اتحاد هتعيش مشاكل في الامور المالية دي مش المفروض ده يحصل يا شباب والله مش المفروض يحصل عيب يعني لو سمحتم يعني مشان دي بلدنا واسم بلدنا حافظوا عليه اتحاد الكورة بالمناسبة يعني بالمناسبة العملة الصعبة يعني عرض على مخاططة الاحمال البرازيلي منول في الجهاز الفني اللي منتخب مصري بقى كابتن حسام حسن انه ياخد الراتب بتاعه اللي هو سبع تلاف دولار بالجني المصري اتحاد الكورة كده كده وافع على السبع تلاف دولار كان الكلام على انه والتحاد كان عارض خمس تلاف دولار والرجل تصمم على سبع تلاف دولار وقالوله ماشي بس حاول تاخدهم بالمصري الكلام رايح جاي وكده كده الراجل مكمل في الجهاز الفني المنتخب مصري حتى لو رفض هو مكمل عشان دي رغبة الكابتن حسام حسن والتحاد الكورة يقصر انه اي حاجة يطلبها كابتن حسام حسن هتنفذ لصالح منتخب مصر دي احكي انا متدقى او من موضوع موضوع انه مستحقات فيتوري ما تخلصونا يا جماعة او اتفقوا معاه باي شكل بالاشكال بلاش نقض نلف حوالين نفسنا كده كل شوية بلاش بجد انا بتدقى من فكرة انه شكوى للفيفا ضد الاتحاد المصري من مدرب دي دمها تسئيل وعشان جاكي